اهلا وسهلا بكم في برنامج explain مجموعة من برامج التفقيف الصحي التي يقدمها محهد التفقيف الصحي الرائد في تعزيز الصحة التفاعلي يحوي هذا الفيديو معلومات طبية عامة لا تقوم مقام المشورة الطبية من طبيبك او من مقدم الرعاية الصحية اذا كانت لديك اثئلة تتعلق بحالتك الصحية فيجب عليك مراجعة الطبيب او مقدم الرعاية الصحية عدوى المسالك البولية مقدمة تحدث عدوى المسالك البولية عندما تصاب المسالك البولية بالعدوى بالبكتيريا عادة تحدث معظم اذتهابات المسالك البولية بسبب نوع واحد من البكتيريا الاشريكية القولونية التي تعيش في الامعاء عادة عدوى المسالك البولية شائعة واذا شعر الشخص انه مصاب بعدوى مسالك البولية فان عليه استشارة مقدم الرعاية الصحية يشرح هذا البرنامج اسباب واعراض وتشخيص ومعالجة عدوى المسالك البولية وخيارات معالجتها التشريح المسالك البولية هي نظام تصريف الجسم لازالة الفضلات والمياه الزائدة يشتمل السبيل البولي عادة على كليتين وحالبين ومثانا والإحليل الكليتان هما عضوان لهما شكل حبة الفاصولية ويعادل حجم كل واحدة منهما حجم قبضة اليد وتقعان تحت الأطلاع واحدة على كل جانب من العمود الفقري عند منتصف الظهر تقريبا ينزل البول من الكليتين إلى المثانة عبر أنبوبين ضيقين يسمى كل منهما حالبة يخزن البول في المثانة وهو عضو يشبه الكيس ثم يفرغ البول من المثانة إلى الوسط الخارجي عبر أنبوب يدعى الإحليل وهو أنبوب يقع أسفل المثانة عدوى المثالك البولية تحدث عدوى المثالك البولية عندما تصاب المثالك البولية بالعدوى بالبكتيريا عادة تحدث معظم التهابات المثالك البولية بسبب نوع واحد من البكتيريا الإشريكية القولونية التي تعيش عادة في الأمعاء لا تستطيع البكتيريا عادة غزو المثالك البولية لأن الجسم يدمرها ويطردها عندما لا تكون دفاعات الجسم قوية بما يكفي لإزالة البكتيريا ينتج عن ذلك التهاب المثالك البولية العدوى البولية شائعة جدا حيث يتعالج ملايين الناس من هذه العدوى كل عام النساء أكثر عرضة للإصابة بعدوى المثالك البولية من الرجال هذا لأن الإحليل أقصر عند النساء لذلك لا يتعين على البكتيريا الانتقال لمسافات أطول للوصول إلى المثانا بالإضافة إلى ذلك فإن فتحة الإحليل قريبة من فتحة الشرج والمهبل لذلك يمكن للبكتيريا أن تنتقل من تلك المناطق إلى الإحليل أكثر من خمسين بالمئة من النساء يصبن بنوبة واحدة على الأقل من التهاب المثالك البولية في مرحلة ما من حياتهم لا تحدث عدوى المثالك البولية مثل الرجال لكن عدوى المثالك البولية لدى الرجال قد تشير إلى مشكلة أكثر خطورة مثل العدوى المنقولة جنسيا برعاية محهد تثقيف المرضى www.patient-education.com أكثر من خمسة آلاف من مقاطع الفيديو والبرامج التفاعلية الأعراض تعتمد أعراض التهاب المثالك البولية على العمر وعوامل أخرى ولكن حتى الرجال أو النساء في نفس الفئة العمرية والذين يعانون من نفس التهاب المثالك البولية قد يعانون من أعراض مختلفة تشمل الأعراض الشائعة لالتهاب المثالك البولية ما يلي البول العكر البول ذو اللون الفاتح أو الداكن قد يعني هذا وجود دم في البول بول ذو رائحة قوية عادة ما تشعر الشابات بالحاجة إلى التبول والألم أو الشعور بالحرقة أثناء التبول قد يذهبن إلى الحمام في كثير من الأحيان ولكن كمية البول قليلة نظرا لأن الجهاز المناعي يتغير مع تقدم العمر يمكن أن تختلف أعراض التهاب المثالك البولية لدى كبار السن يمكن أن يكون سلس البول علامة على عدوى المثالك البولية لدى كبار السن سلس البول هو فقدان السيطرة على المثانة مما يؤدي إلى تصرب البول قد لا يعاني كبار السن المصابون بعدوى المثالك البولية من أي أعراض جسدية بدلا من ذلك قد يعانون فقط من تغيرات سلوكية مفاجئة تسمى الهذيان تشمل أعراض الهذيان ما يلي الهياج الالتباس الهلوس الأوهام التهاب المثالك البولية المحصور في المثانة لا يسبب الحمى ولكن يمكن أن يسبب الحمى إذا كان يشمل البروستاتا أو ينتشر إلى الكلا بخلاف الحمى تشمل أعراض عدوى الكلا الغثيان والقيء وألام الظهر أو الجانب إذا كنت تعتقد أنك مصاب بعدوى المثالك البولية أو أي عدوى أخرى فراجع مقدم الرعاية الصحية الخاص بك الأسباب تحدث معظم التهابات المثالك البولية بسبب نوع واحد من البكتيريا الإشريكية القولونية التي تعيش عادة في الأمهاء الكلا ميديا والسيلان أنواع أخرى من البكتيريا التي تسبب العدوى المنقولة جنسيا أو الأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي يمكن أن تسبب هذه البكتيريا التهابات المثالك البولية التي تؤثر على الإحليل قد يحتاج الرجال المصابون بالتهاب المسالك البولية في الإحليل إلى اختبار الأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي يمكن أيضا أن تحدث عدوى المسالك البولية عند الرجال بسبب حصوات الكلة وتضخم البروستاتا غالبا ما تكون عدوى المسالك البولية عند الرجال أكثر خطورة من عدوى المسالك البولية عند النساء يمكن أن تكون مهددة للحياة إذا لم يتم علاجها على الفور يمكن أن يحدث التهاب المسالك البولية أيضا بسبب القفطرة القفطار عبارة عن أمبوب يوضع في المثانة عبر الإحليل للمساعدة في إفراغ المثانة عادة ما يتم وضعها في مرفق رعاية صحية لكن يتم إرسال بعض المرضى إلى منازلهم بالقفطار سيسألك مقدم الرعاية الصحية عن الأعراض والتاريخ الطبي قد يختبر عينة من البول بحثا عن البكتيريا وخلايا الدم الحمراء وخلايا الدم البيضاء تعني خلايا الدم الحمراء أنه قد يكون هناك دم في البول تحارب خلايا الدم البيضاء العدوى في الجسم وقد تشير إلى وجود عدوى في المسالك البولية قد يطلب مقدم الرعاية الصحية الخاص بك عينة بول نظيفة لمعرفة ما إذا كانت هناك بكتيريا في البول يتضمن ذلك مسح الأعضاء التناسلية لإزالة معظم البكتيريا من تلك المنطقة ثم التبول في وعاء نظيف تساعد هذه الطريقة في منع دخول البكتيريا الموجودة على جلدك إلى عينة البول وإعطاء نتائج غير دقيقة قد يتم إرسال عينة البول إلى المختبر للاختبار أو يمكن إجراؤها في مرفق الرعاية الصحية قد يحتاج بعض المرضى إلى الانتظار بضعة أيام لمعرفة ما إذا كانت البكتيريا تنمو في العينة قد يحتاج الأشخاص المصابون بعدوى المسالك البولية التي تحدث بشكل متكرر إلى اختبارات إضافية لمعرفة ما إذا كانت المسالك البولية طبيعية المعالجة عادة ما يتم علاج التهابات المسالك البولية بالمضادات الحيوية قد تبدو في الشعور بالتحسن في غضوم يوم أو اثنين حتى لو بدأ المريض بالشعور بالتحسن فلا يجب التوقف عن تناول المضاد الحيوي يجب أخذ الدورة الكاملة للمضاد حتى تنفد عدم تناول المضاد الحيوي كما هو موصوف يجعل القضاء على البكتيريا أكثر صعوبا هذا يمكن أن يجعل من الصعب علاج عدوى المسالك البولية في المستقبل قد تتطلب عدوى الكل الحادة عدة أسابيع من العلاج بالمضادات الحيوية أو البقاء في مرفق الرعاية الصحية لا تؤدي التهابات الكل عند البالغين عادة إلى ضرر دائم طالما يتم علاجهم مبكرا اشرب الكثير من الماء للمساعدة في تسريع الشفاء تجنب المشروبات التي تحتوي على عصير الحمضيات والكحول والكربونات مثل المشروبات الغازية أو الكافيين هذه يمكن أن تجعل أعراضك أسوأ يمكن أن يساعد استخدام مسكنات الألم أو وسادة التدفئة في تخفيف إنزعاجك إذا كنت تعاني من عدوى المسالك البولية كثيرا فقد يوصي مقدم الرعاية الصحية الخاص بك بتناول مضاد حيوي بشكل أكثر انتظاما قد يوصي هو أو هي بأخذ جرعة واحدة بعد ممارسة الجنس من 2 إلى 3 أيام كلما ظهرت عليك الأعراض دورة تستمر 6 أشهر أو أكثر الوقاية من عدوى المسالك البولية غالبا ما يساعد التبول على طرد البكتيريا من المسالك البولية يمكن أن تنمو البكتيريا في المثانة إذا بقيت هناك لفترة طويلة إن شرب الكثير من الماء كل يوم يمكن أن يساعد في منع الالتهابات إذا كنت مصابا بالفشل الكلوي فتحدث مع مقدم الرعاية الصحية الخاص بك عن كمية الثوائل التي يمكنك شربها يساعد التبول بعد ممارسة الجنس على طرد البكتيريا التي دخلت الإحليل أثناء ممارسة الجنس ينصح بشرب كوبا كاملا من الماء بعد ممارسة الجنس يجب أن تمسح النساء من الأمام إلى الخلف بعد الذهاب إلى الحمام من منطقة المهبل باتجاه فتحة الشرج يجب عليهن أيضا عدم استخدام نفس ورق التواليت الذي لمس منطقة الشرج لمسح منطقة المهبل مرة أخرى يمكن أن يساعد ذلك في منع دخول البكتيريا إلى الإحليل ارتداء الملابس الداخلية القطنية والملابس الفطفاضة الملابس الضيقة والملابس الداخلية المصنوعة من النايلون يمكن أن تحبس الرطوبة وتسمح للبكتيريا بالنمو يمكن للواق الدكري والأخشية ومبيد النطاف غير المرطب أن يهيج المهبل ويشجع نمو البكتيريا لدى النساء يمكن أن تنتشر البكتيريا بعد ذلك إلى الإحليل والمثانا يجب على النساء استخدام الواق الدكري المزلق أو مواد الترطيب غير القاتلة للحيوانات المنوية أثناء ممارسة الجنس إذا أعجبك هذا الفيديو الرجاء الإعجاب والمشاركة لمشاهدة فيديوهات مشابهة يرجى الاشتراك في القناة الخلاصة تحدث عدوى المسالك البولية عندما تصاب المسالك البولية بالعدوى بالبكتيريا عادة تحدث معظم التهابات المسالك البولية بسبب نوع واحد من البكتيريا الإشريكية القولونية التي تعيش عادة في الأمعاء تشمل الأعراض الشائعة لالتهاب المسالك البولية ما يلي البول العكر البول ذو اللون الفاتح أو الداكن قد يعني هذا وجود دم في البول بول ذو رائحة قوية عادة ما تشعر الشابات بالحاجة إلى التبول والألم أو الشعور بالحرقة أثناء التبول وقد يذهبنا إلى الحمام في كثير من الأحيان ولكن كمية البول قليلة نظرا لأن الجهاز المناعي تغير مع تقدم العمر يمكن أن تختلف أعراض التهاب المسالك البولية لدى كبار السن عادة ما يتم علاج التهابات المسالك البولية بالمضادات الحيوية قد تبدأ في الشعور بالتحسن في غضون يوم أو اثنين حتى لو بدأ المريض بالشعور بالتحسن فلا يجب التوقف عن تناول المضاد الحيوي يجب أخذ الدورة الكاملة للمضاد حتى تنفد عدم تناول المضاد الحيوي كما هو موصوف يجعل القضاء على البكتيريا أكثر صعوبة هذا يمكن أن يجعل من الصعب علاج عدوى المسالك البولية في المستقبل إذا كنت تعاني من عدوى المسالك البولية كثيرا فقد يوصي مقدم الرعاية الصحية الخاص بك بثناول مضاد حيوي بشكل أكثر انتظاما قد يوصي أخذ جرعة واحدة بعد ممارسة الجنس من اثنين إلى ثلاثة أيام كلما ظهرت عليك الأعراض دورة تستمر ستة أشهر أو أكثر غالبا ما يساعد التبول على طرد البكتيريا من المسالك البولية يمكن أن تنمو البكتيريا في المثانة إذا بقيت هناك لفترة طويلة إن شرب الكثير من الماء كل يوم يمكن أن يساعد في منع الالتهابات شكرا لاستخدامكم برنامج Explain